وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري أشهد عدد من النواب بمشروع قانون إنتاج طاقة الهايدروجين الأخدر وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الهايدروجين أخدر من الأهمية مكان أنه يستخدم فيه كثير من الصناعات غاية في الأهمية البتريكوميويات، تكريل البترول، الأسمدة، الحديد الصلب وأيضاً كوسيلة من الطاقة المتجددة هو بيقدم بيدي بيئة نظيفة، طاقة من بيئة نظيفة أيضاً كان القانون النهاردة بيدي مجموعة حوافز ومجموعة إعفاءات للمستثمرين إن هم ييجوا يستثمروا أموالهم في هذا المشروع الضغط وفق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بيدي حوافز للاستثمار في إنتاج الهايدروجين الأخدر ومشتقاته، ويمكن بنتكلم على قانون جاي في توقيته في إننا في حاجة لجذب استثمارات، خاصة في قطاع مهم زي قطاع طاقة جديدة ومتجددة اللي بينتج منها الهايدروجين الأخدر نتكلم على قانون عطى العديد من الحوافز، حوافز في الأراضي الخاصة بحق الانتفاع وأسعارها وتخفضات نتكلم على حوافز ضريبية، حوافز في السماح بإسراد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع بشكل كبير وأعتقد أن حيعزز مشروع قانون أن مصر تتجل تكون لها دور ومركز إقليمي للطاقة القانون اللي بيصدد منقشته اليوم هو حقيقة ليس قانون جديد هو قانون صدر في 2021 تحت رقم 139 وهذا القانون الحقيقة كان علشان الطوارئ والجوائح والكوارث الطبيعية القانون ده صدر أثناء أو بعد آثار جائحة كوفيد 19 واللي أثرت على اقتصادات عالمية كبيرة فكان لازم نتحسب لما قد يحدث في المستقبل ويبعا أننا صندوق يدعم مثل هذه يعني يساند في هذه الكوارث من ناحية العلاج والتمويل الطبي